أنا بيت أحب أعرف في حياتك من البداية وشو علاقة أهلتش بيتش؟ يعني اللي فهمت أنه متعلقين بيتش كل شو هواي صحيحة عم حتشين أنا صالفت بيتش و بيتش بيتش أنه أهلي كل شو متعلقين بيه و بالتحديد أبويه بداية حياتي كملت الابتدائية و مشوية كبرت يعني ما طلعاني إلا أمويا بطلت ما ما كمل الدراسة بس ابتدائية وأبويه كل شو مدللني أنا صغيرة و يحبني و دائماً يشتريلي شنو أريد يوفر لي شو يقول يعني و مو بس هي هاي آخر العنقود الصغيرة بس هي أنا متعلق بيها لبنية تختلف عن أخوات أخوانها حتى هالي أخواني و أخواتي غيرون مني بس مو نيش الغيرة اللي هي الحقد و حسدها لا يعني دائماً نتشاقة بيناتنا أخواتي يعني اللي منهم الزوجة و اللي أصغر من العفو اللي اللي بعتهما من الزوجين و اللي تمتين معدين الزوجة فقلت لي كان ما كمل الدراسة و قاعدت بالبيت و هاي ما لأنه أحب التنظيف أحب شغل البيت أساعد أمي نروح لسوم نشتري منيروا يسافرون نروحون الزيارة هاي أنا وياهم أنا دائماً وياهم وظليب شي إذا أبويا ما ياخدني وياه يعني هاي خلاص ما رح يتم السفر ولا أي شيء و كل شي بتعلق بيه فعندنا خياطة نروح نجي يعني يمهم خياط دائماً يمهم عادة نحث على إكمال الدراسة بس أيضاً هي هاي ينشوف نساء متزوجات وما محاصن على شهادة بس يمتلكون كم من الثقافة يفوق المتعلمة إنا يا وين رح ترجع؟ ترجع للتربية الأسرية الأسرة اللي هي الدور الأكبر أكبر من الدراسة عندنا نحن التنشية الأسرية قبل المدرسة الطفل اللي يتلقى حد عمر السلسة موات قبل اللي يدخل المدرسة هذه تكون كلش مهمة وأيضاً فيما بعد صح هو التعليم ضروري والشهادة بالذات للبنت تكون يعني مجتمعنا شوية أهم للولد لأشياء أنه الولد يكون مجال مفسوح إلى أي مجال يقوض بيه يعمل بيه عادي بينما لبنين تقدر نقول أنه مجالاتها قليلة فالشهادة تكون سلاح لها حتى وين تزوجت سلاح حبيدها أنه عندها وظيفة عندها راتب تقدر مثل ما نقول تتجاري الحياة الزوجية زوجها يعني تعينها أو تربية أولادها بفتح بيتها بمصرفها ومصرف أطفالها يعني من هذا الباب وأيضاً أنه عندنا المتعلمة شوية تختلف عن المرأة الغير متعلمة يعني تعرف الشون نقول يعني إبسايس الأمور الشون تمتص نغمة الزوج لأنه دائماً الرجال تكون عليهم أعباء الحياة تقوى من المرأة الشارع شوية بضغط على الرجل العمل يعني فالمرأة المتعلمة راح تعرف شون تمتص نغمة الزوج تعرف شون تنهي المشكلة تعرف شون مهما تكون مشكلة كبيرة عدها طرق لتصغير المشكلة وإخفاءها ووحدة من نسوان تجيها دائماً بالصدفة تشوفني أنا وأمي فحاجت أمي على مود ابنها ومرة من المرأة جاي ابنها هو يعني شافني فصارت هي زواجة صارة عن طريق الخياطة بهذا زوجي هو يشتغل مزين شغل على قدة ومزين يعني بس هو دائماً يحشي لي أنه أنا أبو محمد أنا أبو يتمنى يصير عده ولد هاي أمنيته بحياته كله يعني الولد عده ما عرف شنو أنا صرت حامل مشت خايفة كل شي داي يطلع أمو ولد خاف يطلع ابنيه يعني هو دائماً يحشي بالولد يحشي أنه أنا محمد راح يجي وهذا ولي العهد وهذا الحشي الحمد لله طلع ولد وجبت الولد بس مش كل شي حريص يعني علي وعلي ابني وقالي منها كحريص علي أبوي يعني أبويه دلل الولد وهو هم دلله بس الأكثر يعني ابني متعلق بأهلي وبأبويه بالتحديد ما حرف ليش من دون الناس كلها متعلق بهذا الطفل بأبويه فصارت مشاكل بين أبويه وبين زوجي غير على الولد غير على الولد يعني من فطمت آني ابني تخيلي أنه أنا أكثر شي يعني راحتي يروح كم يوم وأجي يم أهلي فأكثر شي ألمود أنه ابني نام يم جداً وباليال ينطي كيك وعصير وحليب يطي حتى ما منتبه الموضوع لأنه ما هو متعلق بأبوي يعني أنا فطمت ابني يعني أبويه ساعدني من الوضوع مو أمي هو يغار منه يجي أنا هذا يبتشي يريد جده وهو يقول هو شنو تشاني سوي قلت ليه لأم أم ياما أنا أمي أنا مدرش شنو هاي لعرك بياناتنا من أرجع من أهلي وعا الولد ومدرش شنو فعالش قلت حتى أمي قلت لي حتى تحليل الموضوع سوي ليش طفلت لعني أغلب المشاكل اللي دا صير هي بسبب التفرقة بين الأبناء الأهل للأسف دا يفرقون بين الأبناء وما يعرفون إنه هذه التفرقة عواقبها وخيمة على الأبناء فيما بعد تستمر هاي التفرقة يعني حتى صير خرف بين الأخوة والأخوات إنه من هذا يعني يعني يشوف أختي وأخي أهلي متعلقين بي يمدلي تصير حقد تصير حزازية بعد أيضا بما بعد من آني راح أكون يعني الولد أو البنية وبالذات البنية أكثر شيء وراها زواج وراها أطفال من راح تشوف المعاملة أكيد هي المعاملة ما للزوج أو تختلف عن معاملة الأب والأم فأي معاملة تكون بها نوع من القسوة هي راح تعتبرها إنه هذا تجاوز على كرامتها وسلب حقها يعني حتى صعب إنه تتعاية شوية الوضع حتى ينعكس على أبنائها أيضا إنه تحاول إنه الدلال اللي تلقته لازم ابنها أو ابنتها يتلقى هذا نفس الدلال ونفس الرعاية ونفس الحب يربما الظرف اللي هي عاشتها ونفس الظرف اللي يعيش ابنها أو ابنتها يعني ما يقدر الزوج يوفر نفس الأجواء اللي يوفرها أبوها وامها فهنا يعني ننصح الأباء والأمهات إنه لا يفرقون بين الأبناء صح هو آخر العنقود الطفل الولد الوحيد بين مجموعات البنات الإبنية الوحيدة بين مجموعات الولد هذول يكونون مدللين الطفل الأول يسمي الملك المتوج يتلقون رعاية ويرتقون الحوب ويتلقون الحنان بصورة مفرطة بس قلنا إنه هذا يؤثر على الأبناء فيما بعد حالة يعني إنه البنات يتعرضوا للانفصال فيما بعد إنه تلقت الوضع اللي عاشته بيت زوجها يختلف عن الوضع اللي تعيشها بيت أبوها وامها منافس الدلالة اللي تتلقى هنا راح تصير مثل ما نقول الكارثة يعني الطلاق عندنا شوية بمجتمعنا صعب وبيوصمة إنه فلانة مطلقة اكتسبة لقب مطلقة هذا كله يرجع للتربية الخاطئة نقول خاطئة لأنه الأهل ما عرفوا إنه يصرفون بالصورة الصحيحة ويأبنائهم المعاملة يعني نكون متساوية يعني ما نفرق بياناتهم سواء ولد أو ابنية يعني هالمعانات كانت ويد الطفل الأول بعدها صار عندش أطفال وشون تعامل زوجه مع الوضع سويت ولا طفل ثاني أي يعني مو بس ولد صار عد ابنية مو صارت البنية قلبت خلقته وضاج حتى أنا بالسونار قلت لبنية قال لا جوز غلط بل كيطلع ولد هيتش يعني ما عرف الشون يكره البنات يريد بس ولد زياناني مو بيدي يعني هوا هاي صارت ابنية شا سوي يعني ذبها ابنية صارت وجه ضايج واني خلصت يعني مو أربعين شا قلتش خمسين يوم وصلت ستين يوم يوم أهلي لحد ما خلصت الاربعين وبقيت وراها فترة عشرين يوم عن ستين يوم تقريبا أكثر ما عرف بالضبط المهم بقيت يوم أهلي كل هذا لا هو يعني أشوف ولا أنا أقدر يعني أسيطر لأن ولده ابنية عندي وهايفة أمه مساعدتني ولا هو مسوي الواس إنو أرجع وعيالي عادي ما عملهم دخل بس أنا قلتش هو أهلي يدخلون يدخلون دائما براحتي يعني حتى بالأشياء اللي أشتريها وواي مهتمين بي وبحياتي هم يدخلون صراحة أهلي يعني هي المشاكل الصارت من تدخل الأهلي تدخل أهلي أهلي أبد ما متدخلين ولا لهم علاقة بالموضوع وليسئلون للأسف يعني حسب ما قلتك إنه إحنا بلالفين واثنين وعشرين داخلين عن ثلاثة وعشرين بس لحد الآن أكو مجتمعات وأكو عوائل لحد الآن تعتبر البنت وصمة عار العائلة تعتبر أنهم البنت يعني يعني يجيب لهم مشكلة يجيب لهم العار فيفضلون الذكور يعني هذا المجتمع اللي تربوا بي اللي نشأوا بي ليش نقول التنشية الأسرية الهدور كل الشبير إنه الولد هو مثل ما يقول ولي العهد في الاسم أبو هو يعني يفكر إنه أنا باشر من أكبر ابني راح يراعيني ويداعيني ومن هاي المواضيع فترجع هذا التخلف وهذا التفكير الضيق إلى التنشية الأسرية مالته اللي تقول إنه لازم يجيك ولد وإلا الإبنية باشرة تتزوج وتروح البيت زوجها والإبنية مائلها يعني ما تقدر تشيل اسمك من هذي الأمور يعني فمن رجعت آني ما كان مرحب وأهميا هاي المشاكل على ابني ويا راح محمد يا أجا محمد وشويه كبر الولد فأقدر أخليه بات عدة أهلي فاكثر الشي لانه ما سيطر على هاي البنية ولا هو يشتغل هو ما لازم ابنه حتى أخلي مثلاً وان عيال يعني فوانا ودي الولد فأيام أهلي هاي بدت مشاكلنا على هاي مش كبرت البنية هو رأيت سنة سنة ونص صرت حمل وماتين همانتين إجدت ابنية همياً لو شايفة اللطوم والبيتشي لأنه عرفتها ابنية لأنه يدر بي هو ما يريد البنات همياً هو ضاج ونفس الشي يعني وصلنا مشاكل صارت بيناتنا وصار يتعارك ويايا فاني أجي أقول لهم أهويا بس يسمع أنه هو حاج عليه كلمة زين يقلوا بالدنيا يتعارك ويا فصرت كل شماء يعني هو ما يحط شوي أبويا ودائما مشاكل بيناتنا أولاً دين الإسلامية يعني حث على المرأة يعني حديث نبوي يقول رفقاً بالقوارير إنه المرأة ما تنضرب يعني العافو هو الضرب مول الإنسان كل يتنا نعرف الزوج يضرب زوجته يعني نعرف نرجع نقول التنشية العسرية لربما شاف أبو يضرب أمه شاف جدة يضرب بيبيته شاف أخو يضرب زوجته الأكبر من عنده فصارت مسألة عنده عادي هو لو كان إنه أكو احترام أبو الأم ومضاربها المستحيل هو راح يمد إيده على زوجته إنه سنشوف بعوائنه إنه إذا كان الأب يضرب الأم فأولاده راح يضربون زوجاتهم بناتها راح يكون ذليلات الأزواجين لو تقول أني أمي أبوي يضربها فأني لازم ذليله هنا الزوج يعني خطأ يضرب زوجته أكو أسلوب للتفاهم أسلوب للأقناء أكو محاولات طرق عديدة بالأقناء يعني وصلنا إلى ليش الله سبحانه وتعالى خلت طلاق صحيح هو أبغض الحلال لكنه هو حلال وصلت أنا يا زوجتي طريق مغلق ما قدرت أقنعها ما قدرت أجيبها للطريق اللي أنا ما قدرت أفهمها على طبيعي وقفتهم طبعاً أمفصل ليش أضربها مو أضرب من الإنسان يعني أنا مسلم يعني شون أنا أحمل تعاليم الدين الإسلامي وأني أضرب زوجتي يعني شون أنا زين أنا أحب ابني وأحب بنتي زين أنا إذا أضرب زوجتي لأنها أولاً أنا دمرتها نفسياً إن المرأة منتهم ضرب نفسياً راح تتعب يعني شون أنا ضربتها يعني سواء خليت أثر أو ما خليت أنا إذا خليت أثر جسدي هذه طعمة إنه الإبن مهما بشكل ما راح يشوف أمه الآثار على جسدها راح تبقى بنفسها وإذا آثار نفسياً هي إذا أنا حطمتها نفسياً تعبتها نفسياً إن شون راح تقدر تعتني بي وبأولادي ببيتي لأن أنا داع عاقبها لأن ما راح تقدر راح تنطيني الشيء اللي أنا أريد اللي هي رعاية إلي والأولادي والبيتي فرجعت أنا ما تحمل تصار أدي ثلاث أطفال وأدي يعني ما جايا سيطر على وضعي أهمياً أبقى يم أهلي فترة يعني كلش طويلة وأرجع وأرجع شغل وأطفال ما ألحق فصارت بيناتنا مشاكل على أشياتها فطبعاً إذا طبعاً إبني إذا وقع إذا بيتش إذا صار شي هو يتعارك وياي فنظر أبني ما نظر أبني أنا ما تقبلتها على نفسي أنا مدللت أبوي يعني شوني ينظروا بني يعني إذا يعرف كان هيتش أبوي قتله هيتش وتوصل مرحلة رجعت سل الأهلي قلت لهم هيتش يسواوا إيا عادم بابا قال بعد ما ترجعي لي شوني يمد إيدا عليك فهي هاي المشكلة اللي صارت ويعني صارت بيناتنا مشاكل وهادي هنا يكون دور الأم هو الفيصل المفروض أنه كل إنسان بنا صحيحاً نحب أبونا نحب زوجنا نحب أخونا نحب ابننا نحب كل شخص هو إلى مكان بقلبنا مستحيل يجتمعون شخصاً بنفس المكان كل شخص نحبه بنوع حب معين المفروض تكون هناي لأم دورها إنه حبها زوجها يختلف عن حبها لأبوها حبها لابنها وأيضاً تفهم ابنها إنه هذا أبوك هو بالمرتبة الأولى وجدك يكون بالمرتبة الثانية يعني وإلا هنا رح تصير مشاكل يعني وأيضاً تفهم زوجها إنه هو صحيح متعلق بجدة بس هو لا هو وين عايش؟ هو عايش ويانا آن ويانا إذن أنت رقم واحد بالعكس أنت راح تقدر تفصله عن جدة راح تسوي له فيطام سوي له فيطام إنه أنت من خلال مداراتك إله من خلال محبتك إله هاي بس لازم يساعد الأم تساعد الأب إنه أنت صحيح تحب جده صحيحان يا أحب جده بس ثانية هنا المشكلة مهي الأم تعلق بالجد يعني شون راح تسوي فيطام لابنها ما راح تقدر تسوي له فيطام لازم تفطم نفسها أول مرة بعدين راح تفطم ابنها يعني لازم تكون فكرة إنه أنا زوجت صار عندي ولد صارت عندي عائلة أوكي أنا أحب أبويا ومتعلقة بأبويا بس ثانية صارت لحياة ثانية يعني مثل ما نقول إنه الحياة الزوجية أو المرأة بيت زوجها راح يكون هو رقم واحد بيت أبوها حيكون رقم اثنين يعني بعد طلعت من يعني هاي إلا إذا هي بخليها ببالها إنه راح ترجع لبيت أبوها فهنايا ما راح تقير أهمية لبيت زوجها أو الزوجها أو المشاعرة فهنايا قلنا لازم هي سوفطام نفسها أول مرة تعلقها وحبها لأبوها بعدين ابنها ليش؟ لأنه إذا هي مقتنعة إنه أبوها رقم واحد وبيت أبوها رقم واحد ودلال أبوها رقم واحد وزوجها رقم اثنين لان شون هي راح تحاول تقنع ابنها إذا هي نفسها ما مقتنعة إنه زوجها رقم واحد فهنايا لازم تعاون الأب مع الأب إنه هما يساون في طام للطفل إنه علاقته بأبوها رقم واحد وهاي أسرته وهاي مملكته بعدين بيات الجدي يكون هاي رقم اثنين ما بعد نحن نروح لهم كل أسبوع نبات يمهم ويجون نبقى يمهم أوكي بس إحنا بيتنا الأول هذا لازم نتعود على هذا الشيء قررت بإني نكون انفصال بينكم شلو الإجراءات اللي تسوتيها رحتي للقانون لو حليتوا الموضوع بيناتكم فأني شقلت قلت إنه لازم إذا سر الطلاق بعد مشكلة اللي يسر طلاق لنا اللي متحملين لأطفال بالعكس يعني يحبون يحبون أطفالي وهو ذا قد الطلاق اللي يطلق بس شقلتها قلت خلينا مسأل سألتين على الإجراءات شو سوتها يعني قلت رحت المحامي عندنا بالمنطقة فسألتها قلت لي تريدين طلاق إذا طلاق وهو ما رايت إنتي طلعت شيء وإنتي راح تقدمين والحقوق وشكلها تروح فسألوا خلي يعني هاي المخالعة ابتدان هي الزوجة إذا خرجت من دار الزوجية بدون عذر مشروع فبالفعل كنفقة ما تستحق نفقة أما بعض الحقوق لا هذه بعض الحقوق اللي هي كحقها بالمهر المقدم والمهر المؤجل هذه الحقوق هي ما تسقط لأنها خرجت من دار الزوجية بدون عذر مشروع أما إذا كانت يعني إذا عذر مشروع وتخرج من دار الزوجية لازم يعني أبسط الأحيان لازم تثبتها ولو بالشهادة إحنا يعني وسائل إثبات في محاكم الحوال الشخصية ما عدنا فقط البينة الشخصية أو التقارير الطبيعة إذا توفرت أو غيرها بالنسبة للأزواج إذا كان أحد الأزواج رافض فكرة الطلاق أو متمسك بالحياة الزوجية هنا مثل ما نقول لازم أفرق إذا كان الزوج هو اللي متمسك بالحياة الزوجية أكو بعض الإجراءات تقيمها الزوجة أو وكيلها مثل ما نقول لفد دعوة نفقة إلها وللأطفال دعوة حضانة كذلك تقيم عليها دعوة أثاث أثاث زوجية وكذلك تنفذ عليها المهرة المؤجلة إذا كانوا على المذهب الجعفري فهذا الأربع أمور هذه تعتبر كورقة الضغط للزوج مثل ما نقول حتى يحاول يعني يعني يرضخ الفكرة الطلاق أما يعني أما يكون إياها أما يكون عدمها وبنفس الوقت تكون فد خط رجعة لأن بعض الأزواج قلنا يعني تهمهم الأمور المادية أكثر من حياتهم العائلية فيقول لك أنا أحسن ما أخسر هاي الأربعة وأخسر أجور محامين وروحجي وكذا فيقول لك خل أرجع العائلتي وأفنش هاي المواضيع فصير مفاوضات خارجية خارج المحكمة بين الزوج وزوجته أو بين أهاليتهم يرجعون الحياتهم الزوجية هذا من جانب أما من جانب إذا كانت الزوجة هي الرافضة رافضة الطلاق ومتمسكة بالحياة الزوجية في الموضوع كلش بسيط مثلا القانون العراقي يعني سهل إجراءات الطلاق وكلنا نعرف عندنا العصمة يبيد الرجل فيقدر مثل ما نقول أما يلتج السيد أو الشيخ ويتم الطلاق خارج المحكمة أو بيقاعة داخل المحكمة وحتى وإن كانت رافضة فرح يتم هذا الطلاق ما بيع المحكمة؟ المحكمة بين فترة وفترة إجراءات المحاكم تخلي مرحلة قبل المرافعة اللي هي مرحلة البحث الاجتماعي يعني بعض المحاكم تخليها بعض المحاكم ما تخليها هذه الجلسة مع البحث الاجتماعي بس مجرد تقرب وجهات النظر وتشوف إذا بهم أمل يرجعون أو لا هو يصير أسرع وما يقدر أنه هو يسوي استئناف بالطلاق إذا أردت الطلاق يعني هو جزء ومراضع الطلاق فأنا صدمت بالموضوع قلت له ويضربني قلت له وين دليل لش أنه ويضربش قلت له يعني ماكو دليل بس ثاني يعني أنا جاه يقول لش يضربني بالبدأ نحب نوضح كل إجراءات المحكمة أو إجراءات مديريات التنفيذ ما يصر بها عرقلة ولا تأخر إذا كان يعني الطالب التنفيذ إذا كان متابع الإجراءات مالتها إجراءات الدعوة أو إجراءات المعاملة بصورة صحيحة فمو من مصلحة لا موظفين التنفيذ ولا موظفين المحكمة مثل ما نقول يعرقلون هذه الأعمال فالمواضيع مثل ما نقول أو القرارات تمشي يعني وفق السياقات القانونية من ناحية الدعوة الدعوة أحيانا تتأخر يعني كل محكمة عن أخرى تتأخر بالمواعيد مواعيد المرافعات مالتها تسبب الزخم يعني يكون مناطق ما عليها يعني ذلك الزخم الكبير أو ما تغطى رقعة جغرافية كبيرة بحيث يصر عليها زخم فلذلك يعني مثل ما نقول بعض المحاكم تكون بها مواعيد المرافعات شهر أو ثلاث أسابيع أو كذا بعض المحاكم لا أسبوع عشر تيام أقل وهكذا وبالنسبة للأزواج قلت لابسوا تقرير أنت لا أحد شاهد مثل شافش ضربه شدت من الغرفة ورحتي لأهليك قلت لأهليك وأي أهل إذا شده في هذا الموضوع يقولون هذا أهلها فهذا الموضوع ما راح يفيدك ما راح يصير شون سمت أنه ضرّت وعلى موت تطلقي الشهادة العيانية تختلف عن الشهادة السماعية الشهادة العيانية أقوى من شهادة السماعية وإذا ارتأت المحكمة خلاف هذا فترجح ترجح البيينات مثلا يعني إذا كان الزوج محضر بين الشخصية وزوجة كذلك محضرة بين الشخصية البييناتين يعني تختلف ما بين سماعية وما بين عيانية فهنانا المحكمة راح ترجح البيينات وتأخذ البيينات اللي أقوى فمشيت وياها بالهي اللي تريده طبعا أنا حفظت إنهذا المنية مية قالتين بس شنو اللي بعدين الذي صار معرف بس آني أخذت مو كل حقوقي أخذت الغرف وخذت ندهل بس البقية ما أخذته الخلع أو المخالعة هي نفس المفردة الخلع ورد في المادة 43 أولا مفهوم الخلع هو إنهاء الرابطة الزوجية أو إزالة الرابطة الزوجية بالخلع والخلع اللي هو بذل بعض المهور أما أمام القاضي أو قلنا مثل ما تناولناها بالإضافة لها لازم نرجع للمادة 39 اللي هي تنظم أمور الطلاق يعني أما إذا كانت داخل المحكمة أو خارج المحكمة وهكذا أما كلفظ خلع فهو واحد يعني ما يختلف سواء مخالعة أو خلع دائما الآباء يعني حتى وإن بناتهم يزوجون ويخلفون ويصيرون يعني أعمال متقدمة ينظر لها لأنه هاي بنته الطفلة المدللة اللي ما ممكن أحد يضربها هنايا الخطأ وين يكون الخطأ يكون بالبنية يعني من أنت زوجتي وخلفتي المفروض يعني من خلفتي يعني وراء فترة من الزواج يعني مو يوم وشهر واسبوع المفروض أرفض طباع زوجه يعني هو نعرف أنه الحامل والسأتشر يعني على قلفة أشهر تشر وراء الزواج زيان أشهر تشر يعني مو قليل لأنه واحد ما يعرف طباع الآخر ويعني أكو فترات خطوبة طويل أشهر والطويل سنين يعني هاي بس الزواجات اللي مثل ما نقول السريعة ممكن ما يعرفها بس أكو يعني دي صير لقاءات متكررة بين المخطوبين ناس تتعرف على ناس وراء الزواج مو رأسا يعني أنا مو زوجت من نايا وراء أسبوع صار عندي طفل لا ما كنت شو يعني يعني احنا نعرف الدين الإسلام سعتشر يقول حامل المرأة يعني هاي هاي التسعتشور أو العشر تشعر أقل شي يعني المفوض عرفة طباعة عرفة إنه اللي يغث اللي ينفذ اللي يرضي إثنايا لازم هي تكون حكيمة واعية تبتعد عن ما يثيره ليش؟ لأنه هذا صارت مملكتها قلنا بيتها بيت الزوجين يعني ما يسوى ما يسوى موضوع إنه أخربة على موضوع بسيط كل المواضيع هي جانبية أمام البيت مالتها أمام مملكتها أنا مو كل مشكلة الصير بيني وبين زوجي رأسا أروح أنقلها الأهلي الأهل قلنا يعني حتى على أبنهم أيضا وعلى أبنتهم يعتبرونهم بعدهم صغار جد ما يكبرون جد ما يصيرون وين ما يصفون يعتبرونه صغير يعني يخافون علي وينقهرون فمرات مشكلة بسيطة الصير تنقلها الأهل أهلها يبقون يفكرون يتأخذون فإجراء يكون إجراء حازم إجراء قوي ما يتساوي الفعل ما يتساوي هاي المشكلة البسيطة فهنا يجب المرأة تكون حكيمة واعية تصرف تصرف يحفظ كرامتها وأيضا يحفظ بيتها لأنه قلنا احنا المجتمع مالتنا شوية نظرتها للمرأة المطلقة هسا الوضع شنو وين صاروا الأطفال وانتي وضعتوا شون بعد الطلاق الجهال قال لازم نفقة وطبعا المات النفقة لها السماء بخاصته يصار لسنة لأنه تأخر لدينا بالتنفيذ وأني ما عندي أنطي حتى أمشي الموضوع إذا عندي أصرف على حتى أبويا هو ونقصروا يعني هو يوفر لنا كل شي فما محتاجين بس آني لازم أنه يسوي نفقة الجهالة كل شي يصير ولا أهلي باقي لي ولا أنا أشتغل أنا شو مكمل هي ابتدائية فهاي بعنا بال هاي المعاملة والمراجعة ما تل نفقة ما خلصت بعتلي هسه عندي أنا جا يراجع عليها وقال هو كاسبي يعني ما رح تأخذه من ذا كل فلوس يبا بس أنا قلت ما يخالف هاي الضمان إلهم والجهال هو أنا وضعي هسه يعني طبعا ما أريد أزوج ولا شي يعني عندي ثلاث جهال وواحد ولا ثنين وجاد يكبرون يعني أشياء متكبر ودخلون مدارس يعني أفكر مستقبلهم وأنا حاب البيت وبسعد أممي وهي شي إذا كانت إجراءاتها هي متلكة فيها فهذا الموضوع ممكن صح يطول سنة أو أكثر لأن إجراءات التنفيذ تفتح مذكرة تفتح أضبار التنفيذ وترسل للزوج مذكرة إخبار بأن أنت عليك دين وفق القرار الفلاني الذي هو مثلا فقط طفل على سبيل المثال 250 تأديه شهريا توصل لها المنفذ العديد كذلك ينطي مدة سبعة أيام من تاريخ تبلغ بهذا المذكرة الإخبار إذا لم تحضر هذه سبعة أيام تتنفذ بحق إجراءات الأحضار الجبري فهي لازم تراجع بأول سبعة أيام تحضر وتقدم طلب للمنفذ عدل حتى يفتح لم تتحقيق ويصدرون بأمر قبض قرض أحضار جبريا حتى يتم التنفيذ بعد ما خلصت السبعة أيام أو عشر أيام وما نفذ صار عليها أحضار جبري يودع بالتوقيف إلى أن يقدم كفير ضامن بدفع هذه المبالغ قلنا سواء إذا كانت 250 مليون عشر ملايين حسب الديون الذي كان عليه يقدم كفير ضامن بتأديته هذه المبالغ ويصدر به قرار كفالة وتمشي الأمور حاول الزوج أن ترجعون مرة ثانية وشنو فكرة الرجوع أنت ممكن ترجعين لأن صراحة الأسباب تدخل الأهل يمكن هو كان سبب الرئيسي فإذا تبعدون الأهل عنكم ممكن يكون رجوع بيناتكم وإنت شنرائج وضعه هو صح مثل ما قلتي هي تدخل الأهل وصارت سبب بالطلاق ومه هذا السبب اللي هديت أنا حيات عليه يعني ما يستاهل مثل ما جاي تقولين يعني أبويا من أنا هو همي غار من أبويا فهاي المشكلة لحصر يعني لم أخسر أهلي وأبويا يا هو يعني وأنا اختارت أبويا الصراح وأنا اختارت أبويا فما أقدر أرجع إليه وإذا أرجع لازم هما يتصافون بيناتهم هو أصلا ما جاي يحاول هو يعني ملتي بهاي كل هم هسا نفق لأن شون يدبر لأن ويشتور وشغلة يعني كاسب لعم وذاك الشغل لازم هي أولا تقتنع قناعة تامة أنه هي صارت أم مسؤولة عن عائلة الها بيتها الها كيانها الها شخصيتها تنفصل هي أولا عن أبوها لما نقول انفصال تام بس يعني هذا الحب والرعاية والدلال شوية تحاول تخفضها أنه ليس كل شيء أبو أبو يعني هي تسوي الحزازية بين أبوها وزوجها تزيد بين أبوها وزوجها على ابنها أبو يحب ابني وزوجي يحب ابني ليش ما أوفق بياناتهم ما أزيد ما أزيد أنه هذا ابني والله أبوي يحب أكثر أقول جدك يحبك أكثر لا ولا أقول الزوج أنه أبوي يحب ابني أكثر ما أنت تحب لا مستحيل لأن مهما يكون يعني ليش أنا أسوي حزازية أنه على هذا الولد بالذات خلي على ابني والولد بعض الحالات بعض الحالات ممكن يعني يرجع إذا وصلت للتنفيذ وهمهم عطلوا إجراءاتهم مثل منقول يقول لك يعني كهية زوجة تخلي بعينها العشرة أو يعني حياتهم السابقة ومثل منقول أكيد لازم يوصل لهذا الموضوع حالة مرح يعني أطرق لها بالأسماء وكذا أنا وكيل للزوج والزوجة دعاوة سابقة لهم كانت صارت بينهم خلافات عائلية ابتعد الزوج عن الزوجة خلاها ببيتها وهو طلع راح ببيت ثاني مش هتمد من الزمان الزوج لا يرسل لا نفق إله لا غيرها عايف هاملهم فأني ما أقدر أكون الوكيل للزوجة لأن الزوج يعني مثل يقرب لصديق وكذا فعلمتها قلت لها روح يدقي بابه شون يدقي بابه يدقي بابه في هذه الدعاوة هو ابتداء من وصلت التباليغ وبعد ما أريدها ووصلت للمحاكم وكذا بس من شاف الموضوع يعني راح يفقد عائلته وراح يفقد مثل من قول راح يخسر أموال كذلك ففضل الرجوع العائلة على هذه الأمور أنا بقيت وكيلة من جاء التباليغ أنا حضرت كوكيل عنه ولكن الزوجة أنا كنت تعلم هذه الإجراءات والحمد الله وشكر رجع هو لم يرد يفقد عائلته الخلافات صارت بين أهلها مويا شخصيا فصارت المشكلة فإذا تصير حل للمشكلة لازم يتصاب بيناتهم وأني ما حاجب عن الموضوع حس ما جاء أحد شبي لأنه ما فترة مرت أكثر من سدنة هي فسري لي يمر الوقت أكثر حتى ممكن نفسيتهم تتغير وإذا رجعنا لازم نطلع ما أقدر بعد بعيالا نتلجها ونضمن لشيلا يصر الرابعة والخامس لا أعرف مشكلتنا الشبيرة هي الثقافة القانونية اللي يعاني منعتها كل المجتمع مع الأسف يعني كنسة وكرجال جاهلين بحقوقهم وجاهلين كذلك بواجباتهم فالمفروض تتكرر يعني عليهم أو وشون نوصلها المفروض تكون في نوافذ معينة توصلهم المعلومة القانونية كحقوق وواجبات اللهم حتى تشاعر الثقافة هذه القانونية واجب الكل واجب الإعلان واجب المحام واجب القاضي واجب الموظف واجب رب الأسرة نفسه يعني إذا يريد عائلتها تنشأ نشأة صحيحة لازم يفهمها مثل ما نقول يعلمهم على القانون يقول للقانون ضمن لك هذه الأشياء والقانون تجنبك هذه الأشياء تلاقي وقع بالغلاط وحتى هم كذلك بنفس الوقت تلاقي واخذ حقه بما أنه هي الزوجة تهذا الشخص وعرفة طباعة وخلقت من عندها ثلاثة مهما يكون الرجوع إليه يكون أفضل معه يعني التفاهم ووضع نقاط على الحروف إنه هاي المشاكل اللي كانت بسبب هذا التعلق نحاول نبتعد عنها يعني تفهمه إنه إحنا بس قدام أبوي نبين لأنه هو رقم واحد فإنما هو طفل عذنه إحنا ما عايشين وإن أبوي حتى نقل 24 ساعة طول الأسبوع ما هي إحنا نروح لخطة يوم يومين يعني بزايا ثلاثة يام لقدر ريد نبقى نبيب أنه الطفل باشر قبل راح يدخل المدرسة مستحيل حيبقى يام جدا شوية شوية هو راح يبدأ يمتص تمتص هي هذا التعلق مالابنها بجدا راح يتحول الأبو